يلا نروح لأبرز النتائج في الجولات السابقة في الدورات الكبيرة والجولات القادمة ونتكلم على دوري الأبطال وكمان ناخد الهدفين وجدول الترتيب والبداية من الدوري الإنجليزي طيب أبرز نتائج الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي أفرتون بيفوز على تشيلسي 3-1 توتنهم هوتسبيرز بيفوز 5-0 على بيرنلي أما بورنموث بيخسر 3-0 من فريد ريفر بول ومنشيست سيتي وديربي منشيست رينايتد الينايتد بيفوز 2-1 مع سولتشاير على منشيست سيتي وأستون فيلا في وجود تريزيجي بيخسر منلس سيتي 4-1 الجولات القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السابقة 14 ديسمبر ليفر بول أمام واتسفورد في مواجهة قوية تشيلسي في نفس اليوم مع بورنموث ويوم الحد منشيست سيتي أمام أفرتون وولفر هامتون أمام توتنهم هوتسبيرز ويوم الأربع سيستكمل باقي اللقاءات فيه لقاء قمة أرسنال ومنشيست سيتي الساعة 6.30 يوم الأربع قائمة هدفين الدوري الإنجليزي جيمي فاردي لسيتي 16 هدف تامي أبرهام لعب تشيلسي 11 هدف ماركوس راشفورد منشيستر ينايتد 10 هدف وأمريك أوباميانج لعب أرسنال 10 هدف أما داني إينغز لعب ساثنطن 9 هدف وهاريكين لعب توتنهم وتسبيرز 9 هدف جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليفر بول في الصدارة 46 نقطة لسيتي في المركز الثاني 38 نقطة أما منشيستر سيتي في المركز الثالث 32 نقطة تشيلسي في المركز الرابع 29 نقطة ومنشيستر ينايتد في المركز الخامس 24 نقطة نروح للدوري الإسباني وناخد أبرز نتائج الجولة السابقة في جولة مهمة جدا فيها ريال بيتعادل تعادل سلبي مع أتلاتكو مادريد ريال مادريد بيفوز على إسبانيول 2-0 وباشلونة بيفوز كبير على ريال مايوركا 5-2 وريال بيتيز بيفوز على أتلاتك بلباو 3-2 وأوساسونة بيتعادل تعادل إيجابي مع إشبالية بهدف لكل فريق أبرز الجولات القادمة في الدوري الإسباني والبداية من يوم السابت الساعة 5 ريال سوسيداد أمام باشلونة أتلاتكو مادريد أمام أوساسونة ويوم الحد سيلتا فيجو أمام ريال مايوركا وإشبالية أمام فيا ريال يوم الحد وأخيرا يوم الحد تختتم لقاءات الدوري الإسباني بلقاء قمة ما بين فالنسيا على ملعب المستاية أمام ريال مادريد الساعة 10 قائمة هدفين الدوري الإسباني ماسي بيتخطى كريم بنزيمة بعد الهاترك الأخير اللي أحرزه في مباراة ريال مايوركا عشان يكون عنده 12 هدف في الصدارة كريم بنزيمة 11 هدف في المركز الثاني أما جيرارد مورينو لاعب فيا ريال في المركز الثالث 8 أهداف يتساوى معه لوكاس فريز مارتينيز لاعب ديبورتيفو ألافز 8 أهداف معهم لويس وارس بعد الكعب العالمي والهدف اللي هياخد جائزة بوشكش من دلوقتي بقول لحضراتكم 8 أهداف وأخيرا لورينزو مورد لاعب ريال بتيس 8 أهداف جدول ترتيب الدوري الأسباني ولعبة القط والفار بين برشلونة وريال مدريد برشلونة في الصدارة 34 نقطة فارق أهداف فقط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني ب34 نقطة أما إشبالية في المركز الثالث 30 نقطة وريال سوسيدات في المركز الرابع 27 نقطة واختافي في المركز الخامس 27 نقطة أبرز نتائج الجولة السابقة في الدوري الإيطالي إنتر ميلاً بيتعادل سلبياً مع روما والخال كان يوم الجمعة على ملعب سانسير وأودنيزي بيتعادل إيجابياً أيضاً مع نابلي 1-1 لاتسيو الفوز التاريخي اللي اتأخر ل 16 سنة على ملعب الأوليمبيكو أمام اليوفنتس واللي كان بيمثل لاتسيو عقدة كبيرة جداً جداً مش عارف يكسب يوفنتس ولا مباراة على ملعب الأوليمبيكو اللي هو ملعبه وملعب روما لكن 3-1 فوز مستحق على اليوفنتس تورينيو بيفوز على فيورنتينيا 2-1 وأبولونيا بيخسر 3-2 في انتفاضة كبيرة جداً للميلان في الأيام الأخيرة ب3-2 على أبولونيا عجبني جداً جداً للميلان وأنا أعتقد أنه بدأ أنه يكون لي شكله بدأ الميلان يحاول يرجع إلى مكانه طبيعي في الدوري الإيطالي الجوالات القادمة في الدوري الإيطالي من يوم السبت نابليو بارما الساعة 7 يوم الحد ميلان وساسولو يوفنتس وأودونيزي روما وسبال فيورنتينا وإنتر ميلان نروح لقائمة هدفين الدوري الإيطالي إيموبيلي كالعادة لاعب لاتسيو 17 هدف في الصدارة لوكاكو لاعب انتر 10 أهداف يتساوى مع جلفاو لاعب كالياري 10 أهداف ولويس موريال لاعب أترادة 9 أهداف ولوطارو مارتينيز لاعب انتر ميلان 8 أهداف واد هومنيكو براردي لاعب ساسولو 8 أهداف طيب ترتيب الدوري الإيطالي قبل ما نروح لمطشات دوري أبطال أوروبا اللي أكون بكرة وبعده إن شاء الله انتر ميلان 38 نقطة في الصدارة مركز ثاني فينتس 36 نقطة أما لاتسيو في المركز الثالث 33 نقطة كالياري في المركز الرابع بتسعة وعشرين نقطة أما روما في المركز الخامس بتسعة وعشرين نقطة يتساوى مع الكالياري طيب نروح لدوري الأبطال والجولة القادمة اللي هتكون بكرة إن شاء الله يوم الثلاثة وزي ما حضراتكم عارفين بيكون في لقائين الساعة 8 إلى 5 وما بقى اللقاءات بتكون الساعة 10 لقائين اللي يكونوا الساعة 8 إلى 5 اللقاء الأول في مجموعة نابولي أمان جينك ومجموعة مهمة جدا هشح لحضراتكم الناقف لما أقول لحضراتكم المباراة الثانية ريدبول سالسبورج وليفر بول ليفر بول فوز أو تعادل يأهل ليفر بول الفوز يأهل ليفر بول كأول للمجموعة والتعادل يأهل ليفر بول لكن في حالة أن نابولي يفوز على جينك نابولي يكون في المركز الأول ليفر بول في المركز الثاني أما فريق ريدبول سالسبورج في حالة فوزه على ليفر بول وأن نابولي حقق نتيجة إجابية في مباراة جينك فريدبول سالسبورج ونابولي هيتأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا دور 16 أما ليفر بول هيروح يكمل في اليوروبا ليج وبالتالي كمصريين وكم محبين وكم مشجعين لمحمد صلاح نتمنى توفيل ليفر بول في مباراة صعبة جدا على الأراضي النمسوية أمام فريق قوي جدا زي ريد بول سالسبر تصدقنا بقى لقاءات الساعة 10 تشيلسي أمام ليل انتر ميلا أمام برشلونا وبالمناسبة المباراة دي ميسي مش هيكون موجود بعد ما تم الإعلان رسميا على طبعا موقع رسمي لبرشلونا وان تم الحسم ان خلاص برشلونا متطمنا في المركز الأول وبالتالي فالفيردي حب انه يريح ميسي علشان الجوالات القادمة سواء في دوريا الأبطال او حتى في دوريا الأسباني بما ان احنا داخلين على عطلة كريسمس وبالتالي هو عايز كل العناصر تكون جاهزة بعد فترات التوقف يوم الثلاثة لسا مكملين آيكس أمستردام أمام فالينسيا بروسيا دورتمون أمام سلافيا براج وليون أمام لايبزيج واب مفيكا أمام زينت سان بيت ريسبيرج لقاءات يوم الأربع كالعادة لقائين ساعة 8 لخمسة دينامو زغرب أمام منشستن سيتي وشاختار دونستيك أمام أطلانتا أما اللقاءات ساعة عشرة في البداية من أتلاكو مادريد ولكوموتيف موسكو باير نيفر كوزين أمام اليوفنتس باير مونيخ أمام توتنهام مولتسفيرز في لقاء أعتقد أنه طار كبير جداً لمورينيو وفريق توتنهام بعد الخسارة الموزلة من بورني مونيخ على ملعب توتنهام أمام فريق سان جرمان في مواجهة خوية أمام جالاتا سراي وكلوب بروش أمام ريال مادريد ولمبياكوس أمام ريدستار بيلجراد زي ما حضرتكم عارفين اسمه بكتب اللغة السربية زيرفينة زفيزدا باي